السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن هالرائحة البول الكريهة من علامات الحمل أم لا يعد البول وملاحظة التغيرات الطريقة عليه إحدى الوسائل والمؤشرات القوية في الاستدلال على حدوث حمل أم لا إنما يحدث لجسم المرأة عند حدوث الحمل من تغيرات كبيرة في الهرمونات يؤثر على كافة أعضاء الجسم ووظائفها المختلفة ومن بين ذلك تأثر البول وتغير لونه ورائحته تصبح رائحة البول كريهة ونفازة وتشبه لحد كبير رائحة الأمونية وتستطيع المرأة الحامل تميزها بسهولة عن رائحة البول العادية وذلك لحساسية حاسة الشم للثعمة اللي ديها بقوة عند حدوث الحمل كإحدى النتائج المترتبة على التغيرات الفيسيولوجية للجسم إن وجود هرمونات الحمل في البول هو ما يؤدي إلى ظهور تلك الرائحة الكريهة له كما أن لون البول يصبح قاسيًا شديد الإصفرار وذلك نتيجة للجفاف الذي تتعرض له المرأة بسبب الشعور بالغسيان والحاجة إلى القير المتكرر عند حدوث الحمل لذلك فإننا ننصح بتناول كميات وفيرة من الماء عند ملاحظة أي من هذه الأعراض كما أن المرأة الحامل في هذه الفترة تكون أكثر عرضة لإصابتها بعدوى المسالك البولية الذي يصحبه زيادة في عملية التبول بسبب نشاط وظائف عمليات الكلا المتزايد بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من هرمون الحامل في البول وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تغير رائحة البول تصبح كرائحة الأمونيا الكريهة والجديد بالذكر أنه يمكن للتأكد من الحمل بعد ملاحظتك لكل هذه التغيرات أن تقوم باختبار الفحص المنزل السريع للحامل من خلال الشريط الكيميائي الذي يمنحك النتيجة خلال دقائق معدودة في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم يالي تدعمونه بلايك و كومنت و شارع الفيديو مع أصدقائكم و تنتظروا من هنا كل جديد في قناتكم و قناة الصحة و المطبخ